وفعلها منتخب العراق منتخب أسود الرافدين ويفوز على منتخب أيرلندا في أول مشاركة تاريخية لمنتخب العراق يحصد المركز التسعتاشر على مستوى العالم في كأس العالم لمبطوري الأطراف ألف مبروك لمنتخب العراق لمبطوري الأطراف رجالة العراق لمبطوري الأطراف أبطال العراق لمبطوري الأطراف في أول الفيديو أتمنى عمل لايك للفيديو ومتابعة الفيديو للنهاية النهاردة كان بيلعب منتخب العراق لمبطوري الأطراف في المباراة الترتيبية الثانية ضد منتخب أيرلندا على المركز التسعتاشر والمركز العشرين واستطاع منتخب العراق الأبطال بتوع منتخب العراق لمبطوري الأطراف أن يفوزوا في مباراة دراماتيكية وطويلة ومسيرة 4 مقابل 3 بعد الوصول والاحتكام إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل الإجابي في المباراة أو في الوقت الأصلي 3 مقابل 3 يفوز منتخب العراق بهدف قاتل في الوقت الإضافي لتصبح النتيجة 4-3 ويفرح العراقيون ويفرح أبطال المنتخب العراقي لمبطوري الأطراف بتحقيق الفوز التالت لهم في كأس العالم في أول مشاركة تاريخية في كأس العالم لمبطوري الأطراف طبعا المنتخب العراقي وقع في المجموعة السادسة من كأس العالم لمبطوري الأطراف كان بجانب العراق منتخب أنجولا بطل العالم ومنتخب إيطاليا ومنتخب أورجوي استطاع المنتخب العراقي أن يفوز في هذه المجموعة بمباراة واحدة ضد المنتخب الأورجوياني فاز على أورجوي العراق فازت على أورجوي 3 مقابل 2 وكانت الهزيمة من أنجولا وإيطاليا متوقعة نظرا أن الفرقتين بيشاركوا بشكل مستمر في كأس العالم لمبطوري الأطراف عكس المنتخب العراقي اللي تجمع وتم تجميعه في خلال فترة وجيزة جدا وفي خلال ظروف صعبة جدا تم تجميع هذا المنتخب العراقي لمبطوري الأطراف وتم إعداد معسكر قبل بداية كأس العالم وبصراحة يعتبر إنجاز تاريخي لأن أنت بتجمع منتخب في وقت بسيط جدا ما لعبتش مطشاط ودية ما عملتش أي منافسات وتدخل تلعب في كأس العالم اللي هو يعني فيه منتخبات بتشارك بشكل مستمر تستطيع من هذه المشاركة التاريخية تحقيق فوز في مجموعة صعبة جدا تضم أنجولا وإيطاليا وأورجوي وأيضا في الدورة الترتيبية استطاع المنتخب العراقي أن يفوز على الماكينات الألمانية أربعة مقابل لشيء في نتيجة كبيرة جدا لمنتخب العراق وبيحقق فوز تاني على التوالي ضد منتخب أيرلندا اللي هو تاريخ أيضا في كأس العالم أربعة مقابل ثلاث وبالتالي خلاصة القول المنتخب العراقي يبدع ويمتع في الأراضي التركية لمبطوري الأطراف تحية كبيرة لأبطال العراق لمبطوري الأطراف عملوا مجهود كبير جدا لون بسيط على اللجنة المنظمة أعتقد بعد كده لما تيجي تلعب بطولة لمبطوري الأطراف لازم تعطي فترة كافية للراحة ما بين كل مباراة والمباراة الأخرى كان هناك إجهاد كبير كل يوم مباراة بمعدل كل يوم مباراة أعتقد تعب رهيب تعب رهيب لرجالة المبطوري الأطراف ولكن منتخب العراق بصراحة بيشرفنا ومنتخب المغرب أيضا بيشرفنا وعلى موعد النهاردة منتخب المغرب مع مباراة مهمة جدا أمام الصنبة البرازيلية على المركز الخامس والسادس ألف مبروك للعراق على المركز التسعتاشر على مستوى العالم وإن شاء الله المنتخب المغربي يحقق المركز الخامس في آخر الفيديو أتمنى عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته